هذا السؤال يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم له ظل الصحيح أنه له ظل كل شيء له ظل والنبي له ظل صلوات ربي وسلامه عليه لكن هناك بعض المغالين من الصوفية وغيرهم يقول النبي ليس له ظل يقول حتى لا يدوس عليه أحد أو أن النبي مخلوق من نور فليس له ظل أولا النبي ليس مخلوقا من نور بل النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نطفة كغيره من البشر صلوات ربي وسلامه عليه قل إنما أنا بشر مثلكم صلى الله عليه وسلم والمخلوق من نور هم الملائكة أمن إنث فكلهم مخلوقون من طين وهو آدم عليه الصلاة والسلام ثم نحن من سلالة من ماء مهين أما أنه ليس لهضل حتى لا يداس عليه هذا من الغلو كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وأدميت قدماه صلى الله عليه وسلم فما هذه الدعوة الباطلة التي يقال فيها إنه ليس لهضل حتى لا يدوس أحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكرم عند الله تبارك وتعالى من أن يؤديه أحد بشيء لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا إنه بشر صلوات ربه وسلامه عليه